في هذا الفيديو سنشرح حل مشكلة اللاقة التقطية هبوط الفريمات في لعبة فالورانت للأجهزة الضعيفة المتوسطة وحتى القوية وأكيد بدون استخدام أي برامج سلام عليكم شباب مكوحاكم إن شاء الله ضيمون تكونوا بألف خير معكم أخوكم ومحمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم الجمعة الخير رح يكون عن لعبة فالورانت حل مشكلة هبوط الفريمات على اللعبة اللاقة الكراشات كل المشاكل اللي بتيجي أثناء اللعب بتكون بتلعب فجأة بتنزل الفريمات بشكل كبير جدا كمان رح نسرع اللعبة لجميع الأجهزة الضعيفة المتوسطة القوية بدون ما نستخدم أي برامج كل اللي رح سوي يا أخوان تابعوا معايا تشرح بالتفصيل وإذا ما عرفت كيف تحمل اللعبة كمان شرحت الطريقة على القناة اكتب بس تحميل فارورانت ديزني تك وراح تلاقي إن شاء الله الفيديو وقبل نبدأ جماعة الخير زي ما تشوفوا قدكم على هاي صورة أغلب نسبة لي شاهدون قناتنا للأسف مش مشاركين في قناة يعني بيشاهدون بس المقاطع بيروحوا ما بيشاركون فالله يسعيد لي يا رب أتمنى لو تشاركون في قناة فعلا تفعلوا زر الزرس وتخالوا الإشعارات على الكل أوكي إخوان أول شيء قبل ما ندخل لأعدادات اللعبة رح نيجي هون للسطح المكتب وراح نضغط كليك كمين ديس بلاي ستنجز هون بنيجي عند خيار جرافيكس ستنجز ونفاعل هذا الخيار إذا مش نفاعل عنا نتأكد أنه نفاعلين هذا الخيار بعدها نضغط هون على براوز نضيف أولا اللعبة لكارت الشاشة هون لوكال ديسك السي ونيجي هون عند ريوت جيمز هون ندور على هذا الملف فالورانت لايف شوتر جيم بيناريز وين 64 فالورانت وين 64 شبينج نضيف هذا الملف اوبشنز هاي برفورمانس بالنسبة لكارت الشاشة بنقول له save هون نتأكد من هاي الخطوة بعدها رح نشوف كارت الشاشة الخاص بنا انفيديا ام دي انتل حديد تعريف كارت الشاشة لآخر اصدار تأكد من هاي النقطة مثلا أنا كارت انفيديا فبفتح الجيفورس اكسبرينس وزين بتشوفون هون بتظهر عندي فالورانت باجي هون على درايفرز وهون زين بتشوفون عندي تحديث جديد وتعريف جديد يعني هون زين بتشوفون تحديث جديد للتعريف يوم 14-11-23 اليوم 15 يعني نزل امس بس فتأكد من تحميل التعريف وتحديد كارت الشاشة لآخر اصدار زي ما حكيناك كيف ما كان نوع الكارت انفيديا ام دي او انتل نفس الشيء هون مثلا أنا كارت انفيديا انفيديا كنترول بانل بفتح اعدادات التحكم لكارت الشاشة وسويها واضبطها بالطريقة الصحيحة شرحت الطريقة لانفيديا وانتل وكمان ام دي شرحت الطريقة يا اخوان ما رح عيدها عشان ما يطول المقطع المهم انك نضيف اللعبة لهون فلندور عليها فالورانت زي ما تشوفون هون نقوله وهون تقدر تعين وتختار الاعدادات زي ما بدك ولكن اذا ضبطت هاي الاعدادات هون ما بتحتاج تعاود تضبطها هون بس بتضيف اللعبة وبتقوله هون اذا ظهر معك هون وخلاص تأكد من هاي الخطوة بعدها بنيجي للبحث ورح نكتب برامج تشغل على الخلفية نتأكد انه احنا مطفينها عشان هي العدو اللدود للالعاب يخوان وكمان اداء الجهاز بتبطأ من الجهاز بشكل كبير جدا بتستهلك موارد رامات معالج فانطفيها بشكل كامل وما نخلي اي برنامج يشتغل على الخلفية اوكي يخوان بعدها بنروح لدس بي سي كليكي من هون بروبريتز ادفانسد سيستيم ستنجز ونيجي هون عن ستنجز التأثيرات البصرية الخاصة بالويندوز بتلاقيها خيار اول بتختار ثالث خيار ادجس فور بس بيرفورمانس سموت هون شو تمنز انست اوف ايقونس بعدها سموت اج اف سكريين فونس بنقوله بعدها ابلاي يخوان خطوة مهمة جدا بتحسين اداء الجهاز والويندوز والنظام اوكي وبنقوله اوكي هون وبنطلع بعدها سنجي هون ونكتب run بعدها temp وبنقوله اوكي كل هاي الملفات يخوان احدف كل هاي الملفات مرة تانية وبنقوله skip نفس الشيء بنرجع مرة تانية run وهاي المرة يخوان نكتب temp بالشكل هذا يخوان وبنقوله بعدها اوكي كليك يمين او control a نحدف كل هاي الملفات بنسوي لها حدف الملفات هاي temp لو لاحظت حجمها بيتجاوز احيانا الى 2 جيجا الى 4 جيجا حتى بنقشر هون ونقوله skip خلاص بعدها نجي مرة تانية Valorant open file location Riot Games Valorant live هون shooter games binaries when 64 ندور على Valorant when 64 chipping.axe click يمين properties compatibility هذا الخيار disable full screen optimization بعدها بنقوله apply بنقوله اوكي هسا اخوان راح نروح نفتح اللعبة اوكي اخوان احنا هسا جوة اللعبة فبنيجي هون عند الترس هذا والاعدادات settings هون settings نفتح بعدها راح نيجي هون عند فيديو هون يا اخوان graphics quality فهذا المكان والاعدادات هاي اخوان على حسب جهازك ضعيف كتير كتير فاكيد كل هاي الخيارات خليها low هون off كلها كل هاي الخيارات خليها على off اذا جهازك ضعيف كتير وحبيب والله واكيد بتيجي هون على general والmonitor اخوان او resolution هون بنختار auto resolution مثلا 1280 على 720 هون او 1366 على 768 المؤكد والاكيد انه كل ما كان ال resolution هادا او طو قليل بيكونوا بتحصل على اداء افضل بالنسبة للاجهزة الضعيف كتير لو عندك بس lag جهازك متوسط ويشغل اللعبة وعندك بس lag نرجع لل graphics quality لا اكيد هون بنختار نفس اعدادات شاشنا يا اخوان نفس ال resolution الخاص بشاشنا هو اللي بنختار بعدها بنروح ل graphics quality فاول خيار multi-threaded rendering بنخليه on اللي بعده material quality خليه medium او low بعدها texture quality اخوان بنسبة لل texture هون خليها medium كلها فانيت خليها off v-sync كمان off anti-aliasing خليها msaa4x الفلترين كمان خليها 4x وهي الخيارات اخوان كل هاتف فيها خليها off كل الخيارات الباقي اخوان improve هون clarity blue كل هاي الخيارات cast shadows كلها نخليها على off يخوان وخليها زي ما بتشوفها قدامك هسا خلاص يخوان بالنسبة للإعدادات اللي بتؤثر على الأداء زي ما حكينا خليها زي ما هي limit fps on battery نطف فيه الخيار هدا خليه على 60 max fps on battery خليه زي ما هو limit fps in menus خليه on limit fps in background خليه on كمان ولكن max fps on background نخليه 30 fps احسن عشان لما ما بتكون بتلعب على الخلفية تكون الفريمات 30 عشان ما تهنج اللعبة limit fps always خليه off وخلاص بالنسبة لماكس fps always خليه 60 زي ما هو invidia reflex low latency بنخليه on زائد boost هون يا اخوان وخلاص بالنسبة لإعدادات اللعبة هاي الاعدادات اللي بفضل انك اتخليها اذا بدك تتخلص من المشاكل للدروبات لدروب fps واللاج والتقطيع اوكي اخوان نحس نجيوه هذا صحيح اشتركوا الوصول الوصول اطلعها الوصول الوصول والله اسلاحي شج شج والله ببا تلقم تلقم ترى بشجوك وشج ابلع ابلع لك عوش والله لين يا اخوان عارف اني نوب بس فوز من اول جيم منور اوكي عارف احسائياتي زفت 8 كل بس يلا ماشي وخلص اخوان كانت لكل جي بالنسبة للمقطع عليهم تمني كنا الانجاكم مقطع طبقوا بس الشرح زي ما سويناه باذن لا تتخلصون المشاكل هبوط الفريمات والضرب اف بي اس على اللعبة اذا ما كنتم مشتركين في قناة اشتركوا وقناة فعلت زر الزرس خالوا الاشعارة على الكل اللايك للفيديو هذا عشان ينتشروا يوصل الى اكبر عدد ممكن من الناس مضال شغير وادعكم معالما ان شاء الله شوفكم في مقطع وفيديو اسطوري سنتوري قعدة سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة